من الحرار فيعرف الحدود علم صحيح وذوق صريح له ذوق وهمة عالية وحالة مرضية هذه هجوم أربع إذا لم تتوفر في الشيخ فاعلم أن هناك الحرار وأن هناك انزلاء عن جادة ولهذا كان الشيخ دائماً يربي مريدين على توابط وأما من سيتصدر فهذه العناية الإلهة التي تقمرها وليسهم التصدر هو الزر والزر هو همة من الله سبحانه وتعالى ولكن الآخر هم كلهم مربون وإن لم يتصدروا وإن لم يترأسوا ولكن كلهم يطومون بهذه المهمة لأن يقول رضي الله عنه لا كبير عندنا فوقتناه أي أكبر الأشياء التي يمكن أن تخرج لنا عن الجداد هي شيئين حب الدنيا بالإيثار والمقام على الشديد من ربا لا كبير عندنا فوقتناه حب الدنيا بالإيثار لأن تغتل الدنيا عن الآخر وإذا أرتقلك بالدنيا نسيت الآخر وهذا شأننا جميعا مع الأسفل حب الدنيا بالإيثار والمقام على الجهل بالرضا أن تغضلتك جاهلا والجهل بالفعل من نفسه ما لا يفعل من عدو من عدوه يقول لأن حب الدنيا بالإيثار أصدق لمعصيات والمقام على الجهل بالرضا أصدق لإحرار فكان يربي المريد والسارب والفقير على إيثار آخرة على الدنيا وإنما الدنيا كما فام الحبيب صبته إنما الدنيا ما زرعت الآخرة ما زرعته فيها تحصوده في الآخرة فكان يجرى الدنيا شيئا محدودا ليست هي الكرديسة وهذه الهدفة هي وسيلة تحقق الهدفة الأسمى وهو ربحه الآخرة كان يكون أحد الصالحين لابنه يا ابني معنى كربعة أشياء لحفظتها نجرت نجرت الصفير والعقيم أشياء أرد أن يمجحه في الدنيا وكيف يتعامل معها خويا ما هو أهم وهو الآخرة سأتذكرها وأرجع لي أمور سأتذكره سأتذكره أنه لابنه وكيف يتعامل وكيف يتعامل سأتذكره أنه لابنه أمور وكيف يتعامل لأن عدم الاخترام من قلة أذب وقلة الأذب هي من بودة سعيد السادة الصوفية كان يقول رضي الله عنه لما نقرأ ما كان يقول وكيف كان يوجي أجد ذلك العمر ذلك العمر وتلك الأخلاق السامية كان يقول رضي الله عنه عماق البصيرة في ثلاثة أشياء عماق البصيرة في ثلاثة أشياء إرسال جواله في معصية الله أن ترسل جوالحك وأن تتركها في معصية الله ثانيا التصنع بطاعة الله وكثير مننا من ينفق العيته أو يأخذ صلحته ليوهمه ليوهمه أنه في طاعتنا من هم المقصود الخالق أو المخلوق الخالق يطلع عن الصراع يعلم حائلة الأعلم وما تخفي الصدور فكيف تتصنع على من يعلم حقيقة طاق وطمع في خلق الله إرسال شوالحك في معصية الله والتصنع بطاعة الله وطمع في خلق الله قل ومن ظنه ومن ظنه أنه على حق عهده فإنه هدف شك من شكوب الشيطانين نتدبر هذه الكلمات نتدبر هذه الكلمات فنرى أننا اليوم بعيدون كل المعيد عن هذه الكلمات اليوم ندعي أننا نريد هذا الكلمات نريد هذا التصور ماذا نعيد له؟ ماذا أعددنا له؟ لن نعيده ولن نحييه ولن نؤصله ولن نقعده إذا تمسكنا بالخشوم ولسينا الجوهر إذا تمسكنا بخروع ولسينا القصر وهنا هذه الكلمات وهنا أختم بها سبيعة العرب لأن النية صالحة إعادة إحياة هذا المحطر من أجمل الأشياء التي يمكن اليوم ومن أفضل الأعمال التي يمكن أن نستيها اليوم لمجتمعها مجتمع تمسك بالماذبية ونسي الرحالية مجتمع نسي الأخلاق ونسي الثوابت وتمسك بالتضاهر إذا أردنا اليوم أن نردها بالطريق إلى مستورها وإلى حيويتها وإلى نورانيتها علينا أن نرجع إلى أصولها وليس إلى فروقها فقط الغرب جديد ولكن إذا انتقى منهم أصلا سقق أي دنيان بنيته بدون أصول سيسقط لا محال فإذا علينا أن نرجع لهذه الطريق أصولها وثوارتها وقواعدها التي هنيت عليها وهي أولاً الإخلاص والصدق في باب الله الذي قال به وأعيدها في باب الاستفادة الذي قالها الدماء سيدي ألو الحسن الشامي رضي طوعاً ورضاه بنيت طريقتنا على خمسة أشياء تقوى الله هذا هو الأصل أي عمل لم يكن مبني على النية الصادقة فهو الأصل تقوى الله في السنة والعلم اتباع السنة للأقوال والأفعال رضا عن الله في الخاذب الكثير الإعراض عن الخطق بالإذبال والإذبال والرشول إلى الله في الصماء والمرضي كان أحد العالفين اسمه إبراهيم ابن أذهم هذا إبراهيم ابن أذهم كان من إبار العالف بالله وكان من أهل القرب التالي للهجرة من قرر المباركة سأله مرة أحد المريفين وقال له يا سيدي ما هو معنى قول الله تعالى في القرآن بصورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يدي الملك وهو على كل شيء خبير الذي خلق المؤتمر خلق الحياة تجريب وهم أيكم أحسن عمل ما هو مراد الله هذه الكلمتين أيكم أحسن عمل من هو أحسن عمل فتبسمت إبراهيم ابن أذهم وقال له الذي جمع معا هلئة شيئين صدق المنطلق وإخلاص العمل صدق المنطلق وإخلاص العمل وبما أن نفس إبراهيم ابن أذهم أختم القصة بسيدي إبراهيم ابن أذهم سيدي إبراهيم ابن أذهم كان أمير كان أبوه ملك وكان أمير وكان يهيأ أي هي لتنم ومرة كان في سفره فلا هي شيخا عارفا فسمع له كلمات حركت قلبه ووجدانه فلسلخ من لباسه ولبسه الرقعة وذهب مع الشيخ صاحبه سنوات حتى وصل إلى مكان العرفاء فصار شيخا مربيا وكان يسير كان يسير في الأرض ليبت تلك الكلمات الطيبة ومرة دخل إلى قرية لم يصلها بالقرن أي يدخلها موالبطن فلما وصل وجد في باحة القرية أي واحد الساحة في القرية وجد أطفال صغار يرعبون وطفل صغير جالس على الجالب لا يلعب معهم فلما همّ أن يمر به قال هل يسلموا عليهم أم لا؟ وشي يقول له السلام عليكم أم لا؟ قال أبعي الأكفار العدوح ربما ما غيرتوا الشباب فلما همّ من ضرورهم أن يسلموا خاطبه الظكري الذي كان جالس قالوا يا إبراهيم سلم على من علمك السلام فتخس إلي قالوا يا صبي كيف عارفت تسليم؟ فقال أجل قال لو تجل لقد عارفت روحي روحك في الملكوت وعرفني بك الحين الذي لا يدرس فقال له يا تجل إني آرك لا تلعب مع الأطفال لماذا؟ قال يا شيخ يا إبراهيم إني قد تعلمت شيئا من الأمي لما تريد أن توكذ النار إنك تقول في الكزينة فكانش يعلمهم بغلاء فإذا خشب لما تريد أن توكذ النار في العيدة الكبار فتأخذوا العيدة الصغار وتوكذوا لها الكبار أخافوا أننا هنا يوم القيامة يتلك العيدة الصغار التي توضع لها العيدة الكبار فقال له أصابينا لن يحقى عليك القوبة أن تعتقد أن هذا النهراء يا إباري فقال له برأي يا صبي هل تصاحبني في سفري؟ قال نعم فقال له إذا تزود قال زادي مرجعي مراحلة تغتي السلام عليكم مرحلة تغيب أن يكون مناقشة الآن قبل الشيء والشيء بالمناقشة لا واستراحة 15 دقيقة ثم نعود لنستمع للمناقشة ونستمع إلى الدكتور بؤاد العمراني في نفس المطلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه الجنسة العلمية بعد الشيء الأول الذي تناول ذلك العمق الزاريفي والصوفي والروهاني ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشاهد اشتركوا في القناة 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 لا مت error ترجمة نانسي قنقرية المدينة المدينة المعروفات العقلية جميلاً سالين ومعرفة هذه المدينة ومعرفة كثيرة من المدينة ومعرفة هذه المدينة لقد تفتح على هذا المدينة ومعرفة المدينة المترجم للغاية إسابة الكثير من تحارب العروك سابقا بيرمجحان لحديد العدم هذا المعروك ونفسي ونفسي عن طلاف العرب الكثير من ال نفسي ونفسي مع تحارب العروف القناة في نهاية العملية المترجمات في الثانية المترجمات في المنزل التي يوجد على طريقة من الأساسية ولديك وديك أيضًا حسينًا الدراسة من مفيدة والمهن في الفلانية وكثيرًا وكثيرًا هذه المنزل في تنهاية المترجم للقناة 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 في صحيح هناك يوجد جدد ثم سيكون بحثت لكم أن هذه الناس كانت في أجل بالتالي في الانتقاط كان هناك في الناس كان هناك في الناس والموسيقى يصبح من المزيدة وصول الأمسيق ويقوموا في القصة كانت شهر دعونا يدعونا الكثير من الأمسيقين يحدثون الكثير من الأمسيق كلمة قمت بغنقى في المنطقة في حاجة العديد من الملكة وحاجة هذه الأساسية التي ستعلق أموان من ثلاث أبوان من أجل سبيل أو اضعاك المنطقة في حاجة المنطقة يكون حاجة لعظة مطلعة مانيارة وهذا موجود في المسلمين أعلم أن المسلمين ومسلمين ومسلمين في الزجارة المترجم ومسلمين الذي بمسلمين المسلمين في العربي المنزي قريبا المنزي كراتانس تتحدثت حقوق كل تلك السميات تقوم بذكره المنزي قربيناه المنزيين وفي المنزيين المنزيينين المنزيينين يتم تعيشون وفي المنزيين يتبعون ومن يتحدث أن هذا هو المعبارات من البيض ومن الجرام يتحدث أنه في المساعدة ومن فانه يجب أن نعرف أنه في المساعدة فالتالي سنة يتحدث في المساعدة نحن نسيقى على أمام المساعدة في المساعدة بالتعامل في اليوم السابق في سيارة قطعنا من المسيكات للمسيكات ونفرات المسيكات ولكن من المسيكات ونفرات المعارسية يعملون ما يقومونون بحثن من المنزل تحديث من المعارسة ونفرات المفيدة كان لديه أبداً توضع حقوق و أشياء تتعليم مع الناسيات ومبنسي بشكل كبير هذا كان لديه أنت تسعليناً من كبيرناً في النفسية المضيئة في النسيات وممتلك في النسيات المدرسية والمقرنة وهذا كان مضحاً في هذا الوقت لكنني أحضر أن أحضر إلى المعارضة ويصدر إلى الحدرة ويصدر أن يكون مستعدة بمعارضة ويساعدني أنت لا يوجد من المعارضة ويساعدني أنت تحديد في هذه السنة ومن ثلاث وفذلين عامل وانالعجل مع امثال مضيفة من المعرفة وفي اهتمت وفي اهتمت وفي اهتمت اكتش بحق ايقال وما سوف ترغب كل شيء وفي اهتمت 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 لا يمكننا أن تقوم بسيطئين بكثير من المعيشات والشباب لتركبه ويقوم بسركبه ويقوم باستطاعما بيع المعيشة ما ينبغي أن نظرًا باستطاع يقطع 2% من المعيشة ويقوم ببعض 20% من المعيشة لنهي ليس لنفسك فيه دور روم ينزل الأرض من المعيشة ون يكون هناك أجمع الأجمع ليس 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 لحقاً في الفيديو، لأجمع البداية، يوجدون أن يصنعوا أنهم فيها في العالم. هناك أجمع العقاد فيكم من أجد من أجمع الأجمع، ولكن هذا سوأ طبعاً جداً لكي يسرعوني. وعندما يصنع لك، هو همسفارة مستخدمين جدينياً مثلواً، نجد الذي يتشوي قد كررباء ويقدره. هل يوجد سوات مكتب الخاصة في الاس storات؟ إنه سوات مرضى في الإنسان كرابتك وكذب الانيقضة وماء. ويوما ينطلل المحل تحدد المنذيق يسمى العلم وانتهاء من المتحدد وفي تاريخ المعارضة من الأنكار، وفي تاريخ المساعدة من البيانات المساعدة، وفي تاريخ المساعدة. لديون دونسة. هذا فهي نظر جمع من الأعطاء في أعطاء القادمة ونظر جميعاً في الحالة ونظر جمع تقليل العمليات في المطالح كما أ punto يمتعون في المفرقة المصدرين ، المصدرينية 30 مليارات رموان ويوجد 100 مليارات رموان المعذب 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 لها جلبان иконه كل ملعبشة يدعب بثمين أحد الداخل ي funcion envاوصد من أقضاد قبل إلى أمان ملائس تساوز وكذلك يجب أن تتعب لربع القول أيضاً أنك نزد نمات رقم ملعبش في كل مرة الخطون اثناء في مزيدنا 세계 فترة عن من يرتدي على الجمع يتعيحة المكتوب وعلى اليسر الأنسيق مجمع النجاكين بشرقات الأنسيقه من البرنامج ومن لعلمشاب عن نظام الأنسيق ومنزئة وهي في النشطة الناسية للتعالي على فهر الأطفال في تحقيقات المثالة التي تتشاهدونها وفهر الأطفال التي تتحقق الأنصنة يمكننا تتحق الناس في تحقيق الأنصنة و الأحيان المتابعة التي تحديد أنها حديث لذلك سنة علامة الانتقالاً وهو المشاكل من النموية التي لا يتعلقها وهو المشاكل أكثر من السلوات التي تحديدها من النموية تحسن جيدة إلى الزرقين مع بقود بذلك صدقين ومن ثم إنها قود إذا فقط الإسجارت الإسجار الإسجار إسجارة الإسجارة إنه لهم وما أعطاه إنه لديه لكنها يسألوا أيضاً التظارم بالفعلية. عندما يتعلق أخير من الخائج لكي يتعلق أخيراً يوجد من الجميع المصالات فقط ويوجد من الجميع المصالات وهذه المصالات الفيديوة تكتب قمة على المصالات فهذاً يوجد أخيرًا من المصالات السودية التي تجعلها التي ستكون تغييرا. مثل عندما يطالح أخير محاولة في أمام البعض أخبر يجب أن يكون هناك محاولة في الأحيد. وهذا تدريد أن نحن يتدعون ويقوم بالأسفل في السعودات في المعلمة ويقوم بالتعالي إلى التعالي نحن 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 دائما أتنسى سؤالات المدينة حتى التعوية الأطيقية والتعادي إطار الثاني أريد ذلك أريد أن أريد طويل أعطي الأطيق ك Nasıl نريد أن نريد أن نتعوية التعوية لا نستعوية التعوية يظهر مجالية في كل مئة توجد أن هناك هذا. مثل شديوة في مدوطة مجالناك في مجالك في مدوطة وجبه مجالنا ينسى مجالناك في مدوطة ما ينسى الضوطة وهذه هي هذه الشيطة ولكن هل تقلت بشكل مدوطة الأخير، أصنعي، آهرة، أصنعي، كل هذا ليساعدت بها. في نورك نورسينات نورسيناتك هذا يساعد ذلك كل ما يحدث في نورسيناتك كل ما يحدث في نورسيناتك ولكنه يجب أن تهتم بالنورسيناتك مع أنه يكون تدعين بقية نورسيناتك مما العديد، مما العديد، مما تستقبلية، مما تتبدأ بالدرسية. فصلنا يمما تستخدق العديد من استخدام الزجاج ال 위فعي، قد حول عمي، فسوال يدري على الجميع، باقنم في كل جميع الأطفال، وما تكون جدوري جداًشاً من أدواليا،اكما يكون جدوري 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 جداً وفتح الأمر ويصلبون ويصلبون في مستوى عاجلة ويصلبون قد أنهم سيكون في المساعدة ولكنهم لا يستمروا على الوحيد ثم يسمى هذا يمكن أن يكون هو مجرده للمشاعدة فهو يفعلون أنه الشيء الذي يكون سيكون أحد حيث أنه هناك مجرد من الائس بارد إذا كنت تستخدم من خلاله الجبال وخلالها، فهي هذا ليس لديك أصحابه هيا لديك أصحابه لديك أصحابها في كل اللطنة المنزارة، لديك أصحابه على هذه الأصحاب المنزارة، لم تكن أصحابه لديك أصحابه كل ذلك على يقود في pingس للحerie التعب والتاكتب خلفوا في القطوى قول jemandى في القطوى فالانکسiy للجميع اوه أنطور المتري Food 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 رد دين إنشاء زمون القرم ستواجي يخبر heraus خطل الأمور بربيع الخطول على التعاكReal وعمل مفتامات أ يعتقد أنه يعتقد أنه يعتقد أنه يعتقد أنه يعتقد أنه يعتقد في مجالك في أرقبط بشكل ماما يعني في يوم ، يعتقد أنه في مكان ، وليست هنا إنه لا أمريك . تحقق، جميعاً، يذهبون كل جديد، ويجبون أنهم يوجد أرضاً، وما يرى ذلك ، يرى هذا المسؤول الذي يتحققه يستمر في المحاولة يمكن أن يكون قد تحقققها حضرة لدينا من أجد كن من أجل اكترات مجلس لكي نعرف أسماء سيئة سيئة كل شيء ضمننا في المصابرات هناك من فضلك المنزل شعورة المحلولة من المزلين من الملجرين ومن المفترين في التجربة تحديثة وهي كثيراً لديك كثيراً في القرآن تقرير بكثيراً ترحبت إلى البيانيين وانتظر إلى البيانية وانتظر إلى البيانيين تقرير بكثيراً ولكن هناك محلونا لدينا على محلونا أخبرنا أيضاً هذه الأطواق نحن 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 من حشان مهمة مدعية تعطيقات في المنزل فيها الهندوية لكن بسيطة لها مهمة مهمة مدعية فيها الكثير من الهندوية ومن ثم فى مهمة مهاما جمعية تراكتك تتخلص الكثير من المدعين يستخدم تقديم هذه المعارضة المصنع التي تريدها من اجسد المعارضة لحجب بحراء المصنعين التي ترميزها من جيدة المعارضة المصنعية لأنها فقط الأجسد الذي يمكن أن يتعليم يمكن أن يتعليم إضافة ومعارضة من الأجسد الخاصة ومعنطة إلى هذه المعارضة الجيدة Donc, c'est l'hyplothérapeute qui amène le patient dans cet état de transe et qui le focalise vers son vécu intérieur. Donc, c'est en fait comme l'image de l'iceberg, on plonge le patient dans sa partie non-consciente et on fait confiance un petit peu à cette partie inconsciente pour l'aider à se faire traiter. Et ça, ça se rapproche aussi de la vision un petit peu, la vision soufie, peut-être que Seth va me corriger, mais on va dans notre intérieur pour trouver les solutions adéquates aux problèmes qui surviennent dans notre vie. Et c'est pour ça que, bon, on va dire, Azhar m'a dit un jour que, bon, à Fès, bon, moi, franchement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais lui, avec son père, vraiment, ils organisaient des soirées de l'Israoua et ils disaient que son papa, quand il se sentait mal et tout ça, il amenait l'Israoua et le lendemain, il est bien. Voilà, donc, bon, ça, c'est pas nouveau. On voit que ça peut être utilisé depuis des millénaires. C'est ça, un effet thérapeutique, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? C'est ça, le problème. Donc, le stade de l'hypnose, l'hypnothérapeute, il induit, il y a une induction. D'abord, il précise un but, il faut que le patient vienne et dise, voilà, c'est là mon but. Bon, j'ai une anxiété, j'ai des sépalais, j'ai des migraines, j'ai des erreurs. Il faut qu'il y ait un but. Donc, première chose, l'hypnothérapeute, le médecin ou le spécialiste, il induit cette adhypnose. Il met le patient dans la conscience, dans ce qu'on appelle ici et maintenant. Et puis, il peut faire vivre un souvenir, un souvenir ou quelque chose d'agréable dans sa vie. Et c'est ça ce qui le met un petit peu en transe parce qu'il le dissocie à la réalité. Et pendant cette période de transe, le patient ou le malade est hyper-sugésible. C'est-à-dire qu'il peut recevoir des choses plus que dans l'état habitué. C'est-à-dire, bon, il suggère par exemple que ses propres forces vont le guérir de ça et de ça. En tout cas, je ne peux pas rentrer dans ces détails. C'est quand même assez... Il faut beaucoup de temps. Alors, quels sont les signes cliniques, les signes de la transe ? Ils sont... De la transe plus politique. Il y a une dissociation avec la réalité. C'est ce qu'on trouve aussi dans les transe musicales. Il y a une modification des perceptions sensorielles. Le patient entend pratiquement ou il a une perception sensorielle qui est tout à peu différente. Il y a une distorsion du temps. Alors, quand, après une séance diplose, le patient dit que, bon, c'est... Il n'a aucune idée du temps qui s'est passé, aucune idée. Et c'est la même chose dans la transe, dans la transe musique ou du temps. Non. Après, moi, je n'ai pas d'expérience, peut-être que je vais préciser ça. Et là, je pense que le temps n'a plus beaucoup d'importance. Et il n'est pas comptabilisé. Alors, quels sont les sens cérébrales qui sont impliqués dans l'hypnose ? On sait maintenant que, d'après les études par IRF fonctionnel, qu'il y a une partie du cerveau qui est spécialement... qui s'allume en transe hypnotique, ce qu'on appelle le cortex singuléur quantalien. Il y a d'autres endroits, mais c'est le principal endroit. L'électro-encéphalographie donne des ondes assez spécifiques des états hypnotiques. Avant, on croyait que c'était du rêve, on croyait que c'était de l'endornissement. Non. Sur l'électro-encéphalographie, ce n'est ni le sommeil, ni l'endornissement. C'est un état spécial. Et on trouve des ondes, des ondes qu'on retrouve dans l'état de veille. Et il y en a qui disent que c'est plutôt un état d'hyper-éveille. Bon, ça, c'est des détails, des articles que les radiologues d'un peuple reconnaître, la tomographie par émission de positron, qui, dans les études, se donnent, justement, dans les états hypnotiques, une partie du cerveau qui est le sang du l'homme, qui va être allumée, où le débit cérébral va être plus important. Alors, voilà des images d'hyrèmes fonctionnelles. C'est des coupes de cerveau. Alors, tout à fait à gauche, tout à fait à gauche, c'est chez quelqu'un qu'on met une stimulation, une stimulation douloureuse, une douleur. On lui met la main dans de l'eau très chaude, par exemple, et on fait le dérème fonctionnel. Alors, vous voyez, c'est qui s'allume en rouge, dans le cerveau. Alors, là, au milieu, on met le monsieur ou la dame en état de hypnose, transhypnotique, et on lui suggère, on lui suggère, on lui met pas la main dans le, dans le, dans le, le monochrome. On lui suggère la douleur de l'eau chaude. Alors, vous voyez que pratiquement les mêmes, les mêmes zones s'allument. Donc, en imaginant la douleur en état de trans, et le cerveau s'allume de la même façon, il l'aperçoit de la même façon. Et si, si le cerveau arrive à l'alimenter de la même façon, ça veut dire qu'il peut l'enlever aussi de la même façon. Si on lui suggère de l'enlever, ben, il l'enlève. Donc, dans la troisième partie, tout à fait à droite, ça, c'est la, c'est pas l'état de trans, c'est pas l'état de trans, c'est juste la douleur imaginée. La douleur imaginée. La douleur imaginée, vous voyez au verre, qu'il y a des eaux, c'est la peau qui s'allume. Ça veut dire que quand on imagine la douleur, eh ben, on la ressent aussi dans le sol. Ça, c'est des choses quand même qui n'étaient pas connues du tout. C'est très récent. Alors, ce qui a été étudié dans la France, juste ces dernières années, c'est la France chamanique. Enfin, le chaman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des choses, c'est millénaire. C'est une musique, danse. Un chaman, il est considéré comme un guide, comme un guérisseur, un chef de tribus. Et l'origine, c'est les tribus. Alors, vous vous souvenez, le chaman, c'était un guide. C'est le guide, c'est le guérisseur. Et ils utilisaient ces techniques de neutrance, depuis les liminaires. Et ce qu'on a étudié, enfin, ce que les scientifiques ont étudié, c'est l'effet du rythme du tambour sur l'induction de l'état de neutrance. Et ils ont trouvé que cette répétition des bruits du tambour induisait la trance. Voilà un chaman, je vous retrouve. Et voilà, il est dans un état de trance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le... Il y a une période de 13 à 15 minutes pour rentrer dans l'offrance. Et il y a un certain nombre de vêtements de tambour qui rentrent en résonance avec les ondes cérébrales. Et à partir de ce moment, il y a des ondes qui sont spécifiques de l'offrance. Alors, les articles récents qui parlent de relation entre la percussion rythmique du tambour et l'éthro-encéphalographie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a des effets non-physiologiques spécifiques et avec des modifications spécifiques de l'activité cérébrale au cours de la trance. Alors, là, c'est le dernier article de juillet 2016 de l'équipe américaine qui a fait une étude chez des chamans en trance. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'ils ont amené, je pense, une douzaine de chamans de différentes parties du monde parce que les chamans existent dans le monde entier, en Sibérie, en Afrique, en Amérique latine. en Amérique latine.